الخطف إلى الخلف الرجوع إلى الصرخة الأولى تذكر الميلاد الأول استدعاء الأمل وهو يمشي على طريق الألم حكاية ثورة بدأت بالحلم الجميل واختطفها الكابوس المره الخامس عشر من آذار عام 2011 خرج السوريون على سلطة البعث الممثلة بحكم طائفي حكم سوريا بالحديد والنار قرابة نصف قرن الهتاف البكر كان في سوق الحريقة في دمشق ثم الجامع العمري في درعة أيام قليلة وعمت الثورة كل المحافظات السورية بحراك سلمي حوله إجرام النظام إلى ثورة المسلحة ترد الأذى عن الشعب الأعزل أنشئ ما عرف بالجيش الحر وتمكن في فترة قصيرة من السيطرة على أكثر من 70% من الأراضي السورية ليقترب النظام من سقوطه الحتمي رغم استنجاده بعشرات الميليشيات الطائفية وقتها جاء التدخل الروسي متعطشا للدم والخراب وسخر ترسانته العسكرية لتدمير المدن والبلدات عبر سياسة الأرض المحروقة فتمكن من السيطرة على عدد من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام يقابل ذلك الصمت العالمي والاكتفاء بالدوران في محور شعارات ومؤتمرات لا تسمن ولا تغني من جوع خرج الشعب السوري من المعادلة بعد تهميش وتهشيم جسده السياسي المعارض وتمزيق فصائله المسلحة فتحول البلد إلى مناطق نفوذ إقليمي ودولي بينما الشعب السوري في مخيمات النزوح وبلدان اللجوء بعد أن خسر قرابة مليون قتيل وعشرات آلاف المعتقلين يستعاد شريط الثورة فتمر مشاهد القتل والإذلال والتدمير تقفز إلى الذاكرة صور مجازر الأطفال في بانياس وحمص والغوطة يختنق النفس عندما يستنشق الضمير مجازر الأسلحة الكيميائية يستعاد شريط الذاكرة فتمر مشاهد المدن المدمرة وهي تخبئ جثثا متفحمة يقيم عليها المجرمون أفراحهم بينما أصدقاء الشعب السوري مجازا يعطونهم الفرصة تلو الأخرى ليكملوا رواية الدم الهلع العالمي في عام 2020 خوفا من فيروس كورونا يعيش السوريون أضعافه كل يوم مع أن المجتمع الدولي يملك ترياق الوباء إرغام بشار الأسد على مغادرة السلطة